اختطبت مصر أمس رئاستها للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام في دورتها الخامسة عشر والتي امتدت لعام كامل حيث شهدت الجلسة الرسمية للجنة التي ترأسها السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك اعتماد التقرير السنوي لأنشطة وأعمال اللجنة تحت رئاسة مصر وبالتوافق فضلا عن انتخاب بنجلاديش للرئاسة اللجنة وانتخاب مصر والدومنيكان كنائبين للرئيس الجديدة هذا وشهدت الجلسة إشادة وتقديرا دوليين كبيرين بنجاح الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام في تنفيذ الأجندة الطموحة والتي عززت من دور اللجنة في تلبية احتياجات الدول والمناطق الخارجة من النزاعات وذلك على الرغم من القيود التي فرضتها جائحة كورونا كما أثنت الدول الأعضاء على حكمة وحرفية الرئاسة المصرية للجنة في إدارة دفة أعمالها وحرصها الدائم على مد الجسور وبناء التوافق مما ساهم في إصدار اللجنة لستة وستين مخرجا في عام 2021 وهو الأكثر مقارنة بالسنوات الماضية